اشتركوا في القناة عودة الرئيس سعد الحريري ولقاؤه مع الرئيس بره عم يتصدر الصحف المحلية على صعيد الاقليم المباحثات مستمرة لاجراء هدن بين حماس واسرائيل بالقاهرة بينما يحذر نتنياهو من ضربة قوية على معبر رفح وبدوره بحذر وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالنت من ضربة عسكرية على بيروت بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو واضافة لجولتنا على اخر العنوين اللي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية رح منكون بمداخلة مع ضيفنا الجنرال خالد احميدي لنطلع اكتر على الامور الميدانية اضافة لفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدن هار من العام 1992 اغتيل امين عام حزب الله السابق عباس الموسوي بغارة اسرائيلية استهدفت سيارته وقتل على اثره برفقة زوجته وابنه وبداية جولتنا بتكون مع صحيفة النهار ومشوف العنوين الابرز التصعيد الميداني بلا قواعد بعد مجزرة النبطية الحريري مكسبنا لاعتدال والحل يبدأ بالرئيس كتبت صحيفة النهار وزير الدفاع الاسرائيلي يهول للمرة الاولى بالهجوم على لبنان حتى بيروت لقاء مسائي في عين التين بين بر والحريري غدا تأحياء ذكرى 14 شباط ايضا من عنوين النهار بيرنز في اسرائيل وبلينكن يرى ان اتفاق تبادل لا يزال ممكنا الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية والامريكيون ضربوا اهدافا في اليمن ايضا امير الكويت يحل مجلس الامة مع تواصل الازمة السياسية في الكويت الى الصفحات الداخلية في النهار نطلع على ابرز ما جاء في بعض المقالات مي قاتل المرة الاولى الدولة مسؤولة مئة بالمئة عن الودائع ولا جدال في ذلك لسابينة عويس ايضا نبيل بومنصف كتب المرأة بعد الفيشلة هل سقطت قواعد الاشتباك على جبهة الحدود الجنوبية بعد الغارات الاسرائيلية على النبطية يسأل ابراهيم بيرم وعباس الصباح حوار بالنار يخرق الخطوط الحمر جنوبا وترقب لما بعد استهداف صفض الى صحيفة اللواء نشوف العنوان الابرز بعض من جولة الحريري يحذر من نوايا نتنياهو والبنتاجون لمنع توسع النزاع حفاوى برئيس المستقبل في عين التيني ومجزرة النبطية ترفع منصوب المواجهة الثقة والمحاسبة اولوياتان ايضا معركة داخل الكابنت حول الصفقة واسرائيل لعسكرة المدارس ومدير السي اي اي في مهم الضغط والاحتلال يعترف لم نعثر على شيء في مجمع ناصر الطبي الى الصفحات الداخلية في صحيفة اللواء نطلع على ابرز مجاء في اسرارها في همز تتداول جهات ديبلوماسية معلومات عن صفقة مالية استخباراتية وراء عملية تخليص السيرين في عملية رفحة الاخيرة من دون اطلاق اي رصاصة الى غمز لم يبدي الرئيس سعد الحريري اي رغبة لتجاوز علاقات سابقة مع قيادات كانت حليفة اقله في هذه المرحلة والى لغز تواجه المساعدات الاجتماعية لاساتذة الجامعة الصعوبات مردها الى خلافات بين مصرف لبنان والمصارف التي تستعصي بصرف المساعدة على الرغم من انها حولت اليها من اللواء الى نداء الوطن منشوف الصفحة الرئيسية بنداء الوطن الاوراق والوساطات في مهبر الحرب واسرائيل تهدد بيروت والجيش احصاءات رسمية 271 سكنية دمرت كليا و1500 جزئيا ضغطات عتية لاسقاط مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف مصرف لبنان يتوقع فوضى تدب بين المصارف والمدعين وواشنطن تعمل على اتفاق هدنة وحمس تتهم تل ابيب بالعرقلة ايضا نشوف نهاية زمن السلام طبول الحرب تقرى الى خفايا في نداء الوطن علم ان لبنان سيكون مستثنى من قرار الانروا وقف تقديماتها للاجئين الفلسطينيين وذلك بناء على جهود محلية ودولية ومراسلات اجرها سفراء اكثر من دولة اوروبية توصي باستثناء لبنان القرار لانعكاساته الخطيرة على اللاجئين وعلى لبنان لوحظة ان اعداد الحشود التي امت ضريح رئيس رفيق الحرير يوم 14 شباط لملاقات رئيس تيار المستقبل الى وسط العاصمة كانت اقل بكثير من المتوقع معظمها من قرى عكار والبقاع مقابل ضآلة الجمهور البيروتي الى اسر الاخير في خافايا بدأت ترى التقارير الى بعض الشخصيات المالية المقربة من قوة ثامن من اذار عن امكانية تعرضها لعقوبات مالية من جهات اوروبية وامريكية الى ابرز عنوين صحيفة الديار صواريخ صفات تحول تحول استراتيجية هزو اسرائيل وانتظار لمعادلات نصر الله اليوم حزب الله يتجاهل تهديدات غالنت ويعيد كريات شمونة الى العصر الحجري سباغ بين التصعيد المضبوط ومحاولة نتنياهو توسيع رقعة الحريق الى لبنان ايضا منشوف بعنوين الاخبار جبهة الجنوب تصعيد مدروس وواشنطن وابو ظبي تخرجان الحريري من الصندوق مع الاعتدال لا مع ابو عبيدة في الصورة بصحيفة الاخبار منشوف امريكا اسرائيل مهمة ترويد نتنياهو الى ابرز عنوين الشرق منتبع جولتنا اسرائيل تنتقم من فشلها بغزة في جنوب لبنان واستفتاء شعبي وسياسي ووطني لسعد الحريري الحرب على غزة الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات ومدير CIA يصل اسرائيل بايدن ونتنياهو بحثا قضية التواصل الى اتفاق مع لبنان امينة العفو الدولية تواطئ الغرب في تدمير غزة يؤشر على نهاية النظام الدولي القائم وجولتنا بتكمل ومنوصل الى ابرز ترجمة لعنوين صحيفة لوريان لوجور كتبت السخونة ام البرودة كل شيء ممكن في الجنوب وبالنسبة للحريري لم يحن وقت العودة بشكل تام بعد والعنوان الاخر برينكين يعتقد انه ما زال ممكن التواصل الى اتفاق حول الرهائن في غزة من جولتنا على الصحف المحلية منتوصل لفاصل ومن بعد من تابع حلقتنا ومنصل بحلقتنا لا اتصالنا بضيفنا الباحث في اشؤون الاستراتيجية والعسكرية الجنرال خالد حميد صباح الخير جنرال هل اصبحت الحرب الموسعة بطريقة الاستهداف والامكن اللي عم تستهدفها هل نحن امام حرب اوسع هل ما قبل النباتية هو غير ما بعد النباتية صباح الخير نحن طبعا منذ البداية لم يكن مقنع الحديث عن قواعد اشتبات تم تناول هذا الموضوع وكأنه من السوادة ان يتم هذا التراشق العابر للفدود بدون الاخذ بعين الاعتبار تطورات الموقف اللبناني بالنسبة لما يجري في غزة وبالنسبة لحجام الدولة اللبنانية عن البحث بالقرار 1701 ورفض حزب الله باي نوع من المقاربات التي قدمها المقاربون الغربيون نعم نحن على ابواب ان يتوسع هذا الاشتبات كثيرة والموضوع ليس مرتبطا بغزة بحجزاته الموضوع مرتبط بتسوية نهائية يريدها المجتمع الدولي على كافة الحدود حدود اسرائيل ليس فقط الموضوع ليس موضوع غزة فقط الموضوع اصبح موضوع لبنان كذلك بالنظر الى اقرار هذا النوع من التسوية وبالتالي الاحجام عن التواصل مع المجتمع الدولي التحرم الحكومة من مسؤولياتها والاختباء خلف وقت اصلاق النار في غزة هو الذي يؤدي الى تفاقم هذا الوضع وبالتالي نحن نعم على ابواب تفجير على الشدود اللبنانية وبالتالي ما يحصل هو ربما ما يجب في الوقت المستقصى قبل ان يتم التواصل الى تسوية ما في غزة ولكن المسألة برمتها هي مسألة كيفية تصديق اجراءات امنية على حدود اسرائيل وبالتالي هذا هو الهدف السياسي واذا لم يكن هذا الهدف السياسي محققا لا عبر 1701 ولا عبر تدخل الدولة اللبنانية بأي شكل آخر اجل نحن مقضلون على الحرب لانه عندما تتعثر السياسة يعني يصبح الكلام للبندقية وللميدان نعم جنرال هل فينا نقول المبادرة الفرنسية اصبحت في مهاب الريح كان يحكى عن تراجع حزب الله الى 10 كم تقريبا من الحدود هل يقبل حزب الله اليوم بهذه المبادرة اولا المبادرة الفرنسية في الحقيقة هي كل المبادرات التي يعني تفتقر اولا الى الشجاعة وتفتقر إلى الشجاعة من قبل الفرنسيين والى الشجاعة من قبل الدولة اللبنانية يعني لا ندري المبادرة الفرنسية كيف طرحة ثم انه الأمين عام حزب الله قد رفضها نهائيا في خطابه النهائي وقال يعني هذا الكلام تراجع حزب الله إلى عشر كيلومتر واثنين كيلومتر هذا كلام غير غير مقبول ثم قال أنه على الدولة اللبنانية أن تفرض شروطها على الـ 1701 بمعنى أنه يجب أن يكون حزب الله جزء من القرار 1701 هذا ما كان يخفضه لأن الدولة اللبنانية هي في موقع فرض الشروط وبالتالي ذهبت الدولة اللبنانية كلها إلى المواجهة خلف حزب الله وهذا طبعا ما يحصل في السياسة قبل أن يحصل في الميدان نحن رأينا الجميع حتى رئيس الحكومة يقول أنه لا نتكلم عن الوضع في الجنوب قبل أن تهدأ الحرق في غزة كلنا مع غزة ولكن جايس نكون مع غزة هل نكون مع غزة بهذه الطريقة أن تغيب الدولة اللبنانية أن يتمكن يوم تدمير المنازل في الجنوب اللبناني واستهداف يعني أهداف في العنق اللبناني وقتل اللبنانيين هل هكذا نكون مع غزة؟ هذا هو السؤال إذن ماذا نتوقع اليوم من كلمة أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله وكيف سيكون رد حزب الله بعد استهداف مدنيين بالأمس؟ يعني أولاً الكلمات الأمين العام لحزب الله منذ للا هذه المناوشات في الجنوب وتطورها تدور دائماً في نفس الحلقة يعني لا أعتقد أنه سيقدم جديداً لا أعتقد يعني في الحقيقة يعني ما لم أسناع في الكلمة الماضية وكأنه هناك يعني نوع من الطلب إلى اللبنانيين بالتعايق مع هذا الوضع إلا ما شاء الله لذلك يعني أنا لا أتوقع أي شيء يعني خارج عن المألوف أو أي شيء مختلف عن مقيلة سابقة نعم شكراً لألك جنرال على هذه المداخلة ومن اتصالنا الهاتف من تابع جولتنا على الصحف العربية اللي عنوانت بي صفحاتها الأولى عن الضربات الإسرائيلية على لبنان وغيرها من العنويين منشوفهم بجولتنا إذن جولتنا على الصحف العربية بتبدأ مع صحيفة الشرق الأوسط ومنشوف قنابل إسرائيل الثقيلة تحلق فوق بيروت أمير الكويت يحل مجلس الأمة حلفاء نتنياهو يحشدون لمنع قيام دولة فلسطينية العراق حصى وازنة للسوداني في خريطة برلمان 2025 أيضاً قضية أموال الصمت تطلق أول محاكمات ترامب الجنائية ونائب البرهان محذراً انهيار السودان يهد الدول الأقليم منشوف أيضاً بالخبر الترفيه السعودية تطلق صندوق بيكتايم لدعم المحتوى العربي إلى الصفحات الداخلية في الشرق الأوسط اللي عم نشوف دايماً مواضيع محلية لبنانية تحول مقلق في معركة لبنان وإسرائيل ترسل مقاتلاتها فوق بيروت بقنابل ثقيلة لبنان يلجأ لمجلس الأمن بعد غارات إسرائيل وتراجع مشاركة الفصائل اللبنانية والفلسطينية في هجمات جنوب لبنان إلى الاتحاد الإماراتي رئيس الدولة يعزي في شهدين محمد الشامسي وسليمان الشحي وأيضاً محمد بن راشد يوجه بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات 11 فبراير 2025 الإمارات تسلم عشر سيارات أسعاف لدعم القطاع الطبي في غزة إلى الأنباء الكويتية حل مجلس الأمة كما رأينا حتى بصحف المحلية ومعظم الصحف العربية وتوجيه أميري بتحسين معيشة المواطنين إلى الوطن القطرية صحب السمو يهنئ رئيس سربيا بمناسبة ذكرى يوم الدولة في بلاده قطر والهند تعززان علاقات التعاون ومنشوف توظيف ضعف رأس المال وحافلة ذاتية القيادة إلى الأهرام المصرية الارتقاء بالعلاقات المصرية البرازيلية إلى الشراكة الاستراتيجية أسيسي تطوير التعاون المشترك سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتوافق على وكف النار في غزة ومساعد تهديئة تتواصل وحماس تشترط انسحاب إسرائيل أولاً من قطاع غزة من جولتنا على الصحف العربية من تابع جولتنا إلى الصحف العالمية اللي مغيب عن صفحات الأولى موضوع الحرب بغزة إضافي لتحديد موعد محاكمة ترامب وغير من العنوين منشوفون بهالجولة صحيفة لوموند الفرنسي أبرز عنوين اتفاق اجتماعي سياسي ألمانيا في حالة من الشك ونيكولا ساخكوزي محكوم في الاستئناف إلى لوفي جاروم نشوف 2027 الأغلبية تشارك بالفعل في معركة ما بعد ماكرون أمام الخطر التصعيد في لبنان يزود الجيش الفرنسي اليونيفل بالوسائل الضرورية أما صحيفة The Guardian البريطاني ريتشي سوناك يحذر من اللجوء إلى تقشف إضافي لتمويل تخفيضات الضرائب وقوات إسرائيلية تشنه هجوما على مستشفى ناصر في جنوب قطاع قسا إلى صحيفة The Washington Post ومنشوف بـ The Washington Post إذن مع تقديم عمليات السلام أشعل ترامب غضب الفلسطينيين وجدول محاكمة ترامب يظهر بوضوح إلى The New York Times والعنوين الأبرز المئات يخلون مستشفيات في غزة خوفا من ضربات إسرائيلية مع هذه الأخبار ما تكون وصلنا لنهية حلقتنا لا تنسوا تتابعوا كلمة أمين عم حزب الله سيد حسن نصر الله بعض الظهر وزميل تاريتا بيا أنتم بتلاقيكم بنشرة الساعة 8 إلى اللقاء اشتركوا في القناة